السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم كوزين عزيزة الحمزاوي نشارك معكم كيكات صغار نصوبوهم دفعة واحدة يجيو بحل جينواز كيجو لداد بزاف سوف يحمقوكم انا متأكدة نخليكم مع المقادر نحتاج خمسة البيضات بدرجة حرارة المطبخ نحتاج كيس خميرة كميائية كيس فاني نحتاج خمسة المعالق كارسانيدا خمسة المعالق زيت قبيصة صغيرة دنيا الملحة وخمسة المعالق عامرين ديال الدقيق نخليكم مع الطريق بالنسبة للمقادر اخديت هنا خمسة البيضات الى كان البيض صغير نقدرون ديرو السا غدي نضيف ليهم خمسة المعالق سكر سانيدا ديما المعالقة اللي غنعبر بيها نعبر بيها كل شي ضفت ليهم كيس فاني وغادي نبقى نخفق حتي يولي الخاليات كريمة مهم نخفقوهم مزيان مزيان كيف غتشوفو معي هذا هو الشكل ديالو كيس ما كتلاحظو كي تضعف الحجم ديالو كي يولي الخالي تكريمة وهذه العملية اللي قدروا نديروها حتى في الخلاط الكهربائي اللي كنت حنو في العاصر فعندهم نفس النتيجة وفي هذه المرحلة غدي نزيد الزيت هنا عندي خمسة المعالقة عبرتهم بنفس المعالقة اللي عبرت بيها سكر سانيدا وغدي نعبر بيها باقي المكونات مهم غدي نضيف بحالة كنطلع في المايوناز بشوية بشوية وانا كنخلط المهم كيف ما كتشوفو فالخالط ضعف وخفيف بزب غدي نضيف لي قبيصة ديال الملحة وغدي نخلط مزيان وفي هذه المرحلة غدي نضيف خمسة المعالقة يكونوا عامرين ديال الدقيق من بعد ما غربلتو غدي نبدا نخلط بشوية بشوية كيف ما كتلاحظو من تحت الفوق وانا تنخلط نحاول منزرب شف هاد المرحلة هادي كيف الطريقة اللي يدرت معاكم باش جينا الكيك بحال الجينواز مهم غدي نستمر على هاد الطريقة هادي حتى يندمج لي الدقيق مع الخالط ديال البيض وف هاد المرحلة غدي نضيف معلقة كبيرة ديال بودرات الباتيسير فكت بقى اختيارية اللي ما بغاش يديرها مي ديرهاش وغدي نضيف كيس خميرة كيميائية وغدي نبقى نخلط المهم اه في الاخير غدي نضيف معلقة ديال الخل او هنضيف معلقة ديال عصير الحامض فما اضفتها شتى الاخير عاد تفكرتها مهم ضروري نضيفه الخل يا اما الخل يا اما معلقة ديال عصير الحامض مهم كيكون هاد او القوام ديال الخالط فتيكون غدي ناخد ايطار او مول مهم اللي متواجد عندنا غدي ندهنوا بالزيت او الزبدة او نفرش ورق الطبح غدي نضيف الخالط ديالي وغدي نسرح مزيان باش يكون متساوي كيف الواسط كيف الجوانب وغدي ندخلها الطيب على نار مهيلات تقريبا 15 دقيقة كتكون واجدة ما نخلوهاش تتحمر بزاف خسها تبقى شوية بين وبين باش متجيناش قاسها وتجي ارتبع فتيكون هاد او الشكل ديال الجينوز فانا قلبتها الجهة اللي كانت التحت هي اللي درت فوقها المربا كيف ما كتلاحظو غدي ندهنها مزيان وهي بقى سخونة مهم غدي نسرح مزيان مزيان غدي نشكل مربعات يكونوا متساويين وغدي ندهز كل مربع نحطه فوق المربع الاخر المهم الجهة اللي تكون تحت هي اللي غتكون الفوق كيف ما كتلاحظو بالنسبة للزين فاختياري غندهنهم بالنباج او المربع نزينوهم بالكوك او اللوز او كوكو يكون هادو الشكل نهائي كتجي لديدة لديدة بزاف نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها فعلا كتصاحق التجربة الشيشة كتدوب في الفم مهم ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق الزوينين ونخليكم تلقوا فيديو اخر ان شاء الله شكرا